زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ليس الهند وليس أذربيجان وليس أرمينيا وإنما أقول زيارة الرئيس إلى المنطقة الأسيوية لابد أن ننظر إلى الصورة بشكل عام بنظرة تلسكوبية لكي تتضح تفاصيل ما بين السطور زيارة لثلاثة دول في هذه المنطقة بتعبر عن توجه عام للسياسة الخارجية المصرية بدأت بزيارة مهمة إلى الهند إلى نيودلهي ولقاءات عدة مع المسؤولين الهنود سواء رئيسة الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحكم الفعلي للهند ثم وزير الخارجية ثم لقاءات موسعة مع مجموعات من رجال الأعمال وركل الصناع والإستثمار ثم أيضا كلمة ألقاه الرئيس في يوم الجمهورية الهندية وربما كان الاستقبال الهندي الحقفل للرئيس المصر عبد الفتاح السيسي بيعكس ما بين البلدين من علاقات عميقة وما بين البلدين من مشتركات سواء على مستوى الثقافة الشعبية مستوى التاريخ مستوى مشاركتهم معا في عدم الانحياز تاريخ كان بيجمع نهره مع جمال عبد الناصر وغندي مع سعد الزغلول والنهاردة مودي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة من النضال ومسيرة من الكفاح ومسيرة من محاولة التحديث والحداثة مصر والهند كانوا معا على طريق واحد لكن الهند فين وإحنا فين؟ الهند وصلت إلى أفاق بقت مصنع العالم الهند النهاردة هي بديل الصين اللي بيعد بيجهز بيرتبوه بيجهزوه علشان يبقى مصنع العالم بدلا من الصين اللي تحولت إلى قوة اقتصادية ضخمة أمريكا والغرب بيحاول أن هم يعملوا بديل الصين هي الهند الهند اللي تحولت فيه ليس فيه غفلة من الزمن وإنما نتيجة جهد حقيقي من دولة فيها مئات الديانات ومئات الربما العرقيات والإثنيات لكن الهند بيزوب كل هذا فيها والمسواة هي الأساس مسواة بين الناس والهند نجحت فيه إحداث طفرة صناعية غير مسبوقة أدت بها إلى أن هي تكون ربما تزاحم ألمانيا على أن تكون في أهم الدول المنتجة صناعيا والدول المتقدمة في العالم النهاردة زيارة الرئيس للهند كانت زيارة مهمة من يوم 24 إلى 26 بدعوة من رئيس الوزراء الهندي لكي تكون مصر هي ضيف الشرف وهي الدولة اللي بتشارك في يوم الجمهورية الهندية كان خلال السنوات الماضية كان الرئيس الجزائري الله يرحمه عبدالعزي بيتفليقة ثم يعني مجموعة من القادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وآخرين يعني لكن النهاردة السنة دي كانت مصر هي الضيف الرئيسي اللي بيحتفي به الهنود وزي ما احنا شوفنا وتابعنا عبر الأيام الماضية كيف استقبل الشعب الهندي والقيادات الهندية الزعيم المصري بهذه الحفاوة البالغة التي تعكس كما قلت عمق في الحضارة بين الجانبين اتصور انه ما خرج من هذه الزيارة بيبنى عليه لانه هذه الزيارة زي ما قلت كانت زيارة لها أبعاد عديدة أهمها في تقديري انه فيه بين الهند ومصر مشتركات خاصة انه فيه تصريحات واضحة جدا ان احنا الاتنين كدولتين فهمين فهم واحد لخطورة الارهاب على الدولة الوطنية مهم جدا خطورة الارهاب والفكر المتطرف على الدولة الوطنية الهند عندهم جنسيات كثيرة عندهم يعني ايضا تجارب وموجات ارهابية كثيرة لكن في النهاية بقت الدولة الهندية متسلحة بقيم الدولة الهندية كل دولة لها قيم امريكا بتقول الحريات الحرية امريكا عنوانها دولة في كلمة تقدر تقول امريكا الحرية الهند في كلمة تقدر تقول المسواة يعني اتصور انه المسواة هي الكلمة الرمز للدولة أو الدولة لها رمز مفتاح كلمة المساواة زي أمريكا ما لها مفتاح هو الحرية التنوع في الهند أيضاً ربما يكون أفضل من المساواة التنوع والإمام بالتنوع وأهمية التنوع والتنوع بينظر إليه على أنه ثراء أنه حاجة مهمة أنه غنى أنه حاجة كويسة جداً في البلد أعتقد تجربة الهند تستحق الدراسة خلينا أقول لحضراتكم أنه تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية العسكرية والعمل على استكشافات مبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري ده كان مهم جداً لأنه الارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند وصل للشراكة الاستراتيجية وده أهم ما خرج منه اللقاء خلينا أقول لحضراتكم أنه مصر خلال الزيارة للهند وصلنا إلى مجموعة من المخرجات منها الطاقة والطاقة النظيفة وصناعة البرمجيات والمواني وإدارة المواني مجموعة كبيرة جداً من الفوائد الاقتصادية اللي يبنى عليها خلال المرحلة القادمة خلينا بس أقول لحضراتكم أن فيه بيان مشترك خرج من الزيارة عقب الزيارة بين مصر والهند اتكلم عن اللقاءات اللي تمت والكلمات اللي قيلت لكن التعاون الاقتصادي والتجاري قالوا أن مصر والهند ربما 7.5 مليار دولار حجم التعاون وده أقل من المطلوب تكلموا على أن فيه تعميق للتعاون في مجال الزراعة والخدمات المرتبطة بها والتعاون الدفاعي طبعاً ده كان أهم ما في الموضوع وأيضاً مكافحة التطرف والإرهاب وأيضاً فيه قطاع الصحة خاصة تجربة كوفيد-19 وما أخرج منها من دروس مستفادة والتنمية الخضرة والمستدامة والعيوم والتكنولوجيا والتعليم والفنون والثقافة والتراث والقطر متعددة الأطراف والهند ومصر شايفين مع بعض أنه يجب إصلاح الأمم المتحدة وإدخال عناصر جديدة لمجلس الأمن تحظى بصفة الديمومة زي القارة الأفريقية وبعض الدول الأسيوية